السلام عليكم. الفيديو ده مخصص لشرح كيفية قيام استاذ المقرر بوضع تمرين واضافته على موقع التعليم الالكترونيكوليتك نجا والتنمية جامعة الزاسي. طبعا لو الشرح المقدم لاضافة التمرين هو هو اللي ممكن يستخدمه عضو هاي التدريس لو هو عايز يعمل تكليف طلابي او يطلب من الطلاب مشروع ويتم رفع المشروع هنا او حتى انت ممكن يعمله امتحان يعني يعمل امتحان في شكل اه التمرين اول حاجة نعمل طبعا نفتح الحساب بتاعنا اه اه بالصلاحيات مفروض مدرس فلو جيت اه لما تخش ناحية الشمال في ماي كورسز لو اه وعايز تحط اه تمرين فتحت مسلا المقرر ده اللي هو موجود عندك حطولك المشرف اه بتاع الموقع بصيت لقيت ان ده ما فوهوش هنا الزرار بتاع ده معناه ان ايه انت ملكش صلاحيات مدارس مدارس شرط تمارين هنا ندور على مقرر تاني وعليكم مسلا مدارة التغيير هنلاقي هنا ايه يبقى العلامة المهمة لان حضرتك لك صلاحيات وضع تمارين وامتحانات في المقرر الزرار ده اللي هو على فكرة هو بيتكرر تحت تاني هنا اي واحد منهم بيقدي الغرض يبقى اول خطوة بندوس وبعدين بعد كده بنختار البلوك اللي هنحط فيه التمارين بتاعنا طبعا ما افترض ان احنا نحطه في البلوك بتاع التمارين هنا ندوس على اد ان اكتيفتي او ريسورس اللينك ده اللي موجود في البلوك بتاع التمارين لو دوسنا هنا هيطلع لنا ويندوز غيره بتجيب لي كل الامكانيات اللي موجودة في البرنامج واللي قدر بس تخدمها في وضع اه عمليات تعليمية اكتيفتيز انشطة او موارد اول حاجة موجودة هي التمارين اللي هي الاسساينمينت الحاجة هتدوس عليها اللي هي الايكون بتاعتها عبارة عن ايد ومسكة ورقة صغيرة كده حاجة تختارها اه وتدوس اد هيزهر لك الديالوج بتاع وضع التمارين هو اد ان يو اساينمينت وتمارين لازم اول حاجة تدي له اه اسم هنا افترض ان انت عايز تسميه تمرين خمسة زي ما انا كتبت هنا تاني حاجة هنا نحط الديسكريبشن الديسكريبشن هنا ده هيبقى رأس التمرين فمفروض ان انت حضرتك قبل ما تبدأ وضع التمرين تكون جاهز بآ رأس التمرين اللي هيتحط زائد ايه المطلوب زائد نمرة ثلاثة جملة في الاخر تقولها للطالب ازاي حيرفع الاجابة بتاعت التمرين انا طبعا قبل ما اخش على تصوير الفيديو ده وجهزت النفسي آآ ملف كده حطيت فيه التمرين اللي انا آآ آآ عايز احطه او التمرين اهو التمرين رقم خمسة مثلا حالة الشركة وبعدين في الاخر كتبت المطلوب طبعا ده ده مثال يعني انا ملحقتش اكتب مطلوب معينة وفي الاخر كيفية رفع الاجابة على الموقع قبل ما تعمل الكتابة الكلام ده اهو المفروض ان انت كمان بتجاهز نفسك بانك انت تعمل صورة تاخد من التمرين آآ الطريقة اللي تاخد بها سورة من التمرين عن طريق ده تروح آآ 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 آآadi موجودة في الويندوز اهي موجودة قدام حضراتنا اهي في آآ 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 موجودة لو دخلت في البرامج بتاعت الويندوز هتلاقي في آآ آآ من آآ هي آآ آآ شكل ياشكل المقص كده تدوس عليها كده بالمنظر ده وهاتديك امكانية انك انت ايه تاخد الحتة دي سكيري تاخد صورة منها كده بالمنظر ده اهي اخدتها كده بقى عندي ملف اه في شكل صورة بسيبه بسيبه مسلا باسم مسلا وسيبه على بالمنظر ده يبقى انا كده عندي التمرين اه موجود في ملفين ملف صورة وملف اصلي انا حطه مثلا على سبيل المسال خلاص انا مش عايز اللي ايه ده خلاص بقى فايل عندي وكمان ده الفايل الوورد اللي انا كاتب عليه رأس التمرين والمطلوب وكيفية رفع الاجابة اقفله وارجع تاني للايه للديالوج اه بتاعي اللي انا كنت شغال عليه هنا كتبت هنا تمرين واحد دلوقتي انا عايز احط الديسكريبشن احط فيها ايه الطريقة السريعة السهلة انك تاخد الصورة اللي حضرتك لسه عاملها تسحبها وترميها هنا فانا الصورة هي موجودة على سطح المكتب مسميها capture هروح واخدها كده تديس عليها وارروح رميها بالمنظر ده ايه اللي هيحصل البرنامج هيروح سحب الصورة دي وفاردها في المربع ده اهي نفس الكلام اللي انا قلت لحضراتكم اهي حقالة شركة سيفوي يا زهر ان انا خدت الصورة من غير ما الكلمة تاعت اهام ثمانين فاي بفة لو نزلت تحتها هتلاقي المطلوبة هو مكتوب وكيفية رفع الاجابة على الموقع . انصح حضرتك انك تجاهز الحتة دي انا كاتب هنا مسلا على سبيل مثال يعني شاهد الفيديو الخاص بكايفية رفع الاجابة على موقع الكلال التعليم الالكتروني او بالزهاب للرابط ده. حالي تشوف الرابط اللي انا سايبه اللي بيعلم الطلاب ازاي يرفع اجابة على الموقع. اه اه تفيد الطالب اكتر لو انت رفعت له كمان خدمة منك الملف الاصلي بتاع الورد. يعني عشان خاطر هو كمان ايه? بقى معا الملف اه الورد مكتوب. فين ملف الورد بتاع اه التمرين? التمرين اهو. اه اه دي حل التمرين اهو. التمرين الخامسة اروح مسكه وسحبه. وحطه هنا ايه عند السهم. حالياك اول ما تشوف السهم ده تعرف ان ده مكان ليه رامي او الفايز اللي انت عايز تغطيها. لو سبته كده هيتحمل وكده يبقى الطالب عنده حاجتين للتمرين. عنده ملف ممكن ينزلو وعنده الصورة اللي موجودة. دلوقتي بعد ما خلاص اعملنا بتاعت التمرين في شوية او شوية حاجات لازم تملاها عشان خاطر تضبط التمرين بتاعه. التمرين ده هو نازل بتاريخ النهار ده هو تسعة عشرين مارس الفين وعشرين. لو عايز تحدي التوقيت معين. يعني ممكن مسلا التمرين يبدأ من بكرة. فممكن تخليه تلاتين. تعدل تسعة عشرين دي تخليه او تخليه شهر ابريل. وبعدين تشوف انت عايز التمرين ده تتيح له الطالب فترة قد هي. ممكن تزبط بتاع التمرين. اه ده اول حاجة اللي هي توقيت طرح التمرين. وتوقيت اه بتاعه اللي هو استلامه. طيب الطالب هيسلم الاجابة ازاي? في عندي اكثر من بديلين او تلات بدايل كده. يا اما ان هو يكتب في مربع نص وده اسمه او الفايل اللي هو يرفع الحل في ملف. انا انصح حضرتك في الاول كده ان احنا ندي الطالب الخيار ان هو يسلمه كده وكده في نفس الوقت. لو انت اعملت تكليك على الاتنين الفايل سبميشن والاونلاين تيكست. الطالب كده ممكن يسلم حله بانه يكتبه بخط اليد. لو هو بس طالب ما عندهش الا موبايل ولا حاجة. فهيسلمك ايه? عن طريق ان هو هيكتب الحل. لو الطالب عنده كده هو ممكن يعمل فايل ويرفعه لك وكده او يعمل سكرينة ويرميها كحل الى اخير. بعد كده لو الحل بتاعت التمرين محتاج اكتر من فايل فهنا بدل ما واحد اتزود اتنين تلاتة اربعة لحسب حالة التمرين. ما نقدرش نحقيقا نزود الكابسيتي بتاعت السبميشن الا وان ميجا بس فالطالب ما نقدرش يحط الا ميجا واحدة بس. بعد ما نخلص طبعا في تفاصيل كتيرة ممكن تحسن التمرين. بعد ما نخلص حلص نعمل save and return آآ تو الكورس. بكده يبقى احنا عملنا تمرين بشكل آآ سريع. كان ممكن بدل اللي احنا نرميناها دي على فكرة ممكن نكتب التمرين آآ يعني باستخدام آآ الكيبورد. دي كانت تقديم سريع ان شاء الله هعمل فيديو تاني ازاي نصحح التمرين. شكراً. شكراً.